السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا نسهلا بكم في درس جديد من دورة تعنيم NVJS Framework في هذا الدرس سنتعرف عن المفهوم الجديد وهو الكمبيوتر ولتوضيح هذا المفهوم سنقوم أولا بإنشاء مثال صغير ضمن هذا التطبيق الفارغ الموجود لديه هنا طبعا الكمبيوتر هو عندما يكون لدينا قيمة نريد استنتاجها من بعض القيامة الأخرى الموجود لدينا سابقا فإذا سنقوم بإضافة إذن هنا data لهذا الview instance الموجود لديه هنا إذن هنا سأكتب data وسأقوم بإضافة خاصيتين إذن لدينا أولا مثلا first name ويأفرض مثلا بهذا الشكل وأيضا لدي last name إذن بهذا الشكل في حال أردت طباعة الفول name أو الاسم الكامل ممكن أن أقوم بطباعته هنا ضمن التمبلت ممكن أن أقوم باستنتاجه بشكل مباشر إذن لدينا first name زائد إذن last name وفي حال قمت بفتح هذا التطبيق في المتصفح فسأحصل على هذه إذن النتيجة وفي حال أردنا استخدام الخاصية الجديدة الكمبيوتت بإمكاننا استخدامها بهذه الطريقة نقوم بكتابة فاصلة ثم هنا نقوم بكتابة كومبيوتت بهذا الشكل ونقوم بإضافة object الآن الخاصية التي نريد إنشائها هي الفول name بهذا الشكل ونقوم بإذن بعمل return إذن هي عبارة عن function عفوا بهذا الشكل وسنقوم بعمل return لي this dot first name زائد مسافة زائد this dot last name بهذا الشكل الآن في حال أردنا طبعتها نقوم بطبعتها بهذا الشكل هنا سأقوم بإضافة سطر جديد ثم نطبع الأتربيوت بهذا الشكل ولا يوجد داعي لإضافة أقواص هنا ففي حال انتقلنا إلى المصفح وضغطت على زر التحديث نلاحظ أننا حصلنا على نفس النتيجة ولكن إذن ما هي المزايا التي ما هي المزايا أو ماذا نستفيد في حال قمنا بكتابة أو باستخدام الكمبيوتت الفائدة الأولى في حال نظرنا هنا إلى السطر هذا الموجود لدينا هنا نلاحظ أنه من الصعب علينا فهم عن ماذا مسؤول هذا السطر إلا في حال قمنا بقراءة كامل السطر أما هنا في حال نظرنا فمباشرة يمكن أن نفهم أننا هنا نقوم بطباعة الفول نيم فاستخدامنا لهذه الكمبيوتت يكون إذن من الأسهل علينا إذن عمل مينتين ومن الأسهل لدينا العودية وتعديل هذا الكود الخاص بنا وأيضا من السهل أكثر علينا إعادة استخدام هذا الفول نيم في أكثر من مكان في حال قمنا بعمل إعادة طباعته أكثر من مرات فمن السهل علينا أكثر أن نقوم باستخدامه وأيضا الميزة الأساسية لإستخدام الكمبيوتت هي أن الفيو جي اس في حال قمنا باستخدام الكمبيوتت يقوم بالتعرف على الداتا التي نستخدمها لبناء هذه القيمة ويقوم بعمل كاش لهذه القيمة الجديدة ولا يقوم بتغييرها أو إعادة حسابها إلا في حال تغيرت أحد القيم المستخدمة في بناء هذه القيمة وهي طبعا عملية كاش زكية جدا وتوفر لنا أداء أفضل في التطبيقات الخاصة بها ولإثبات أن الكمبيوتت تعمل بالطريقة التي ذكرنا سنقوم بالتعديل قليلا على هذا التطبيق فسأقوم أولا بإضافة إمبوت هنا في العلا إذن إمبوت وسأقوم بربطه مع مع الفيرست نيم باستخدام إذن التووي داتا بايندينج التي شرحناها في الدرس السابق إذن فيرست نيم لدينا هنا وسأقوم بالتعديل على على الفيرست نيم وسأقوم بإضافة التاريخ الحالي هنا بهذا الشكل للفيرست نيم بعدها طبعا سأضيف أيضا مسافة بهذا الشكل وأيضا في الأسفل بنفس الشكل هنا بشكل مشابه إذن زائد مسافة ثم إذن التاريخ الحالي في حال الآن انتقلت إلى المتصفح وضغطت على زر التحديث لدينا مشكلة هنا في حال ضغطنا على وانتقلنا إلى كونسول يبدو أنه عليه هنا كتابة نعو بأحرف صغيرة بحرف صغير ديت تتنع وتحديث إذن كمان نلاحظ لا يوجد لدينا إذن أي مشكلة هنا إذن كمان نلاحظ لدينا هنا هذا هو عبارة عن التوقيت الحالي ولكن محسوب بالميلي سيكند ففي حال قمنا بالتغيير هنا على قيم معينين نلاحظ أنه إذن يتم إذن تغيير هذا التوقيت فإذن هذه القيمة يتم إذن احتسابها بشكل إذن مباشر ولكن في حال قمنا بإضافة هنا خاصية جديدة فعصي إذن تست مثلا هنا في حال الآن عدنا إلى إلى الأعلى وقمنا بإضافة إذن موديل آخر هنا بهذا الشكل عفوا إيمبوت آخر مرتبط بالتست وضغطنا على تحديث الآن في حال قمت بالتعديل على الاسم الأول نلاحظ أن الزمنين هنا تغير أما في حال قمت بالتعديل على هذا الإيمبوت فكما نلاحظ إذن يتم إذن إعادة حساب هذا السطر إذن في كل مرة أما هذا السطر فهو محافظ على قيمته ولا يتغير إلا بتغير إذن إلا بتغير إذن أحد القيم الموجودة أو أحد القيم المرتبطة بإعادة بناء هذه القيمة وطبعا التاريخ لا يعتبر لا يعتبر إذن صالح في هذه الحالة ولا يتم إذن الأخص به لأنه غير موجود ضمن الview instance لدينا هنا فقط الـ data إذن المتعلقة بالـ data الموجودة لدينا هنا ضمن الview instance هي فقط التي يتم إذن إعادة الاحتساب لها فتغير الوقت الوقت إذن دائما يتغير لكن لا يتم إذن الأخص به فكما نلاحظ إذن عملية الكاش الزكية الموجودة هنا طبعا دائما تفيدنا في تحسين أداء التطبيقات الخاصة بنا وبهذا الشكل نكون قد وصلنا نهاية هذا الدرس لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك جديد الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر